طبعاً بنستقبل أسئلة حضراتكو طول الوقت وتول الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك ومعانا أسئلة حضراتكو واخدينها من الصفحة كمان إن شاء الله دكتور تغير الفصول فعلاً ليه علاقة بعض الأمراض الجلدية وأمراض الشعر؟ وتغير المناخ النفسي كمان يعني إحنا عايزين نقول الأثر النفسي يعني طبعاً اللي هو زي ما بقوله الصف والربيع وكده الحالة النفسية بتبقى أحسن إنما دلوقتي مع تغيير الفصول خصوصاً وإحنا داخلين على خريف أو الأحداث كتيرة بتخلي الشعر يدبل يبقى أول طبع تكلم حاجة حاجة بقى تغيير الفصول تغيير الفصول والحالة النفسية الحالة النفسية دي أو السترس أو السترس ده بيؤدي إلى نشفان الشعر الدغوط المستمرة بتأثر على الشعر إنما شفان الشعر قوي 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 يعني ما حدش أو واحدة تتخض لما تلاقي شعرها في الحض قد كده يعني ما تقلقش إن الحض غماء لإن ده تساقط شعر تفاعلي بيسموه مع تغيير الفصول لكن ما تقلقش ليه لحد ميت شعر إذا ما حاجب تقول بس أنا إيه أكتر شوية يعني إيه أكتر شوية بس حينشف هي الجديدة عن التغيير العادي إنه حينشف حينشف ليه لإن كان عايز تغذية ودهنات تطريه أكتر واكتر واكتر ما هو بقى اللي إحنا عايزين نقوله لو الشامبو بتاعك بتاعك مش انتوا يعني بتاعها بيفيدها وملاحظة إن لها بريك وا 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 تكمل عليه لكن إحنا بقى في حاجات كتيرة خلال الترايكو أكت كل مجموعة الترايكو أكت الجديدة دي أنا يعني حطيتها في مخي ليه لإنها بتطر الشعر يعني إيه بتطر الشعر ترايكو أكت فيه منها لسيون وفيه منها شامبو أهم حاجة إنها على رأي اللبنانية تتلبق لك يعني تبقى مناسبة لك مناسبة لها وتجربها وعشان الشعر ما ينشفش في الآخر أول ما تلاقي الشعر النشف في الآخر وفلق عايزين فيتامينات يبقى أول ما نلاقي إن الشعر فلقت في الآخر كده ودي ملحوظة 80% من الطبعاً الست بتلاحظه تقولي شعري مفلوق من ورق لو عملت في الريتين هتلاقيه واقع لو عملت فيتامين دي هنلاقيه قليل فيتامين دي يعني من الشكوى العامة دلوقتي كلها إن الفيتامين دال واقع رغم إن الدنيا لسه فيها شمس وفيها القلق تتلقى تمدد في البالكولا شوية نص ساعة بس في أي وقت هي السوحيات بس ما حاش بقعد في الشمس القاعدة قدام التليزون 100% مضرة ما عليش أنا آسف 100% اللي هي بالضبط 24 ساعة قدام التليفزيون والعمال يطلع منه كده وما حاش بيطلع يتهوى حتى فأنا قصدي ده الاسترس فيتامين ديفيشانسي هنزود الفيتامينات حتى هنضعفها ونعمل تحليل في الريتين وفيتامين دي أرجوكم يومين دون أهم حاجة من التحليلات فيتامين دي لغاية ما لقيتها بقت ماشية الدنيا كوي بس في موضوع الفيتامينات ده أكد عليها والنبيا دكتور ان مش كل فيتامين تلاقيه تاخده على بقاءها على طول لازم دكتور لان فيه ناس بتقولك انا باخد فيتامينات كذا وكذا 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 ده دي مش شطارة مش شطارة كمان في حاجة أهم هو يعني هم هم يعني جماعة بره كتير قالوا ان في حاجات ما ناخدهاش إلا لما نتأكد انها دفش يعني كتير جده منها فيتامين دال يعني لو احنا ما عندناش التحليل بتاعه ما عندناش ياخده الوفردوز بيتعب بيتقلب ضده على طول كالسي مياه على ايوه صح كده فإحنا عايزين نقولي بنمر واحد هي متعودة ان شعرها بيقع مية يبقى احنا حنزوه هي متعودة ان فيه تنحيف شعر عندها وده المرض التاني اللي بيجي ويظهر اكتر حيبق اكتر بس ده هندي اقراس بقى هنبتدي ندي اقراس اللي انا مرة قلتها اللي هي السبيكتون والسبيكتون ده بيحسن قوي 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 يعني مية او مية ما تعليش حاجة تانية لو خدنا حاجة للشعر سبيكتون فالسبيكتون ده او الالدكتون ده ضروري نعمل يتلاقي البنوتة بنتها وهي وماميتها وخالتها واختها كلهم فيه هنا فراغات طبعا ده هتفتح جامد قوي قوي اليومين دون يعني الفراغ حيبقى باين قوي 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 فهي بس نلحق البنوتة ونلحق خالتها ونلحقها هي انها تاخد سبيكتون بس البنت البنت والنبي دين حتى تحتها من يور خط تروح تشوف عندها تكيس ولا لا البولي سيستيك اوفري بولي سيستيك اوفري تكيس ده بسسونار بيبان عادي طبعا ده يعني تروح بحاجتها معايا عشان ما تضطرش تروح ده عالشان ما قصها هي تلاث اربع حاجات بتتعمل لللي عندهم نحافة تشاع نمرة واحد تجيبي ليك والبنت يعني اللي هي تجيبي التكيس تشوف فيه تكيّس ولا لا. على فكرة طب هاعمل اي؟ يعني يقولك طب انت هتفرق في العلاج ما تدهولي. لا. هنا بقى حنديها حاجة اسمها الجلوكوفاج والستات بيحبوه عشان بيخسس سنة. هو اصلاً علاج للسكر. وبيخسس سنة فبيحبوه. بيحبوه تماماً يعني. بس ما تاخدوش إلا له سبب. ايه كمان تاني حاجة هل ابتدى يطلع شعر يا دكتور عاصب في هنا في الدق. غامق وغامق ومدبب وا وا وا. نلحق ده يضيع على طول برضو نجلوكو فجأة والسبيكتون. يبقى احنا ادي ده كل ده مع تغير الفصول مع هنا الترايكو اكت شامبو والليسيون. كل ده هل بقى فيه كمان قشرة؟ القشرة بتاعت اليومين دول مختلفة تماماً عن اللي شوفناها التول السدينة عمرنا. عن بتاعت الصيف. والله ما اعرف جات من ايه. لا مش بهظة. بقت كبيرة. و قويني. و قتل 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 قتل. لو تثابت هتوقع الشعر. ومش شفافة يعني. لا قتلة. لو تشاف لو كده هتوقع الشعر.